من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله القائل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى القائل ينزل ربنا تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا لمشرك بالله أو لمشاه والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان والإمام البغوي في شرح السنة وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أبي بقن الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله مرحبا مرحبا بشعبان مرحبا بشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين مرحبا بشهر التمرين على الصيام مرحبا بشهر ترتاض النفوس على طاعة الرحمن عباد الله ومن خصائص شهر شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا روى الإمام أحمد والإمام النساء بسند حسن من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر أي هذا الشهر شهر شعبان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم والهاديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن النسائي فيا من عمله معروض على من يعلم السر وأخفى إعلم أيها المسلم أن أعمالنا تعرض في شهر شعبان وهو شهر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان لذا عباد الله فإننا نستقبل ليلة النسف من شعبان ليلة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة إذا كان ليلة النسف من شعبان يطلع الله عز وجل إلى خلقه فيغفر للمؤمنين اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين فيغفر للمؤمنين ويترك أهل الضغائن وأهل الحقد بحقدهم وكذا أخرج الإمام أحمد في مسنده من هديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النسف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين مشاهن وقاتل نفس عباد الله فقد ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم أولا ورد هذا الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وورد هذا الحديث ثانيا من حديث أبي ثعلبة الخشري وثالثا ورد هذا الحديث من حديث أبي موسى الأشعري ورابعا ورد من حديث أبي هريرة وورد من حديث عبد الله بن عمر بن العاص ومن حديث عوف بن مالك ومن حديث آئشة رضي الله على الجميع والحديث صحاه الألباني كما في سلسلة الأهاديث الصحيحة عباد الله فقد حث ورغب الله تعالى عباده في الصلح وإسلاح ذات البين يقول الله تعالى في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إسلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ويقول في مطلع سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قال فاتقوا الله فاتقوا الله وأصله ذات بينكم قدم الله التقوى على الصلح فقال فاتقوا الله وأصله ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وأكد الله تعالى هذا في سورة الهجرات قال إنما المؤمنون إخوة فأصله بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون عباد الله كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم ألف بين قلوبنا وأصله ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواهش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن من سيئات الخطيئة من سيئات الخطيئة وفساد ذات البين والشهنى والبغضى أولا الحرمان من مغفرة الله تعالى في ليلة النصف من شعبان والأمر الثاني الحرمان من مغفرة الله تعالى في كل يوم الاثنين والخميس ففي صحيح مسلم من حديث أبي وريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفته أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كان بينه وبين أخيه شهناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلها أنظروا هذين حتى يصطلها عباد الله فأعمال العباد تورض على الله تعالى في كل أسبوع في يومي الاثنين والخميس كما رواه الترمذي في سننه من حديث أبي وريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تُعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم والعرض الثاني هو في هذا الشهر شهر شعبان كما في هديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك شهر يقفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم يا مسلم يا عبد الله هل كنت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هل تُهِبُ أن يُرفع عملك إلى الله وأنت صائم أم تُحِبُ أن يُرفع عملك إلى الله تعالى وأنت أكال شراب نواب مشوش استفتي قلبك لذا عليكم إباد الله باختداء سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك من أنواع الشهناء كلها وأفضلها عباد الله وأفضلها عباد الله السلامة من الشهناء والبغضاء الذي يؤدي إلى الطعن في سلف هذه الأمة ويؤدي إلى بغضهم ويؤدي إلى سبهم وتضليلهم إباد الله لذا وصف الله تعالى المؤمنين قائلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ثم إباد الله علموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي وغيره من هديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا لكن هذا خاص لمن لم يبدأ شيئا من شعبان لكن لمن له عادة فيجوز له ولو بقي من شهر شعبان يوم أو يوما لذا في هديث المتفق عليه من هديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه لذا عباد الله من لم يبدأ بشيء من التطوع فبعد انتصاف شعبان فلا يصوم شيئا حتى يصوم رمضان لذا عباد الله اللهم بلغنا رمضان إيمانا واحتسابا 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 سوف ندفعا آفة اللهم بلغنا رمضان tim protectors اللهم بلغنا رمضان إيمانا واحتسابا معانا واحتسابا رمضان إيمانا قبل ماخ accelerate لع Gallضان إيمانا واحد رمضان إيمانا واحتسابا تو الناس مجلسي نحن نحن رجح نحن رجح نحن رجح نحن رجح نحن رجح إن أتواف سين لوك كيرا سين تحق في العالم سين جمعاك سانا الأدواء ها كي كي ان ذاك سامو أدواء كومون ذاك ساق أدواء تو كثيرا والي يريتا يواسسي تو سيلم ملزم چورنا أدواء اللهم نياوذب بك نشرح بك وأنا أعلم و أستغفروا كلمة لا أعلم تود سنننقى با ينا ايدة جنقى بوون دي كي منا تو وقريا وانينا قابا دواني وانينا قابا دواني وانينا قابا دواني با ابو ما ماكيبال إما يا جاكي صلا كما كانا قابرش با ابو ما ماكيبالله كانا جنحو شنش distinction كما جننقى صلا كما زينك غير المقبوب عليهم والا ضالي حرف كما قبول دباكيك آمين كما كانا قابرش كما نصر الله عالم استيقظنا سي فهم مرشاء سيosition سيشن بالضلة ماسوسا نائري اكوه غابا اكوه حاسدا ساكن كان مودا لبنجلي مما ذاكا ساموه اكوه غابا اكوه حاسدا اميسا وان ذاكذا ميسا وان ذاواشي كذا ميسا وان طول اللي ميقوقري مجارا اللي ميجمع دوكا كاياكو دوكا تدمو اكان صلح دوكا آيوه نند داما دوكا اكوه سورة النساء اللي مفي يوان چنت التونا ومباب الخيري سيده إلا من أمر بصدقتين أو معروفين أو إسلاهم بين الناس سيده وان دا زي امر نيد صدقاء واني أشيقون هالي اتي مكامي أو معروفين كوكما كي امر نيد كجاوا كوكما السلوس اكان كان متان وان يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما فسوف نؤتيه أجرا عظيما دوان دي وان دن يمن ذاتين اللاتو للي اللذي باشي لادا مجير ما سوسي حد أنزو الله يقول لك تدعي سلوه أفرقون سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قول الأنفال لله والرسول دو سيده فاتقوا الله كيف تدعي سورة الأنفال لله والرسول 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر